اليوم الحديث عن قوانين زيادة الرزق لأن الإنسان حريص حرصا لا حدود له على زيادة رزقه والحقيقة إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق إن الله هو الرازق ذو القوة المتين ولأنه رازق وضع قواعد ثابتة نجدها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لزيادة الرزق فالذي يرى أنه لا بد من أن يزداد رزقه عليه أن يسلك القواعد التي شرعها الله عز وجل لا أن يسلك طريقا آخر لأن هذا الرزق إما أن يكون وفق طريق غير شرعي يسمى رزقا حراما غير مشروع يسبب تدهور الإنسان في الشقاء في الدنيا وفي الآخرة وإما أن يكون رزقا حلالا يسبب للإنسان سعادة في الدنيا والآخرة أيها الإخوة الأحباب القانون الأول تقوى الله عز وجل أي طاعته قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا أحيانا كلمة مخرج توحي أن الأبواب كلها مغلقة فحينما يتساءل الإنسان من أين المخرج لحكمة بالغة بالغة يغلق الله جميع الأبواب ويفتح باب السماء حتى يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن كان يعاني من ضائقة مالية وهو مقيم على مخالفات شرعية الحل الوحيد أن يتق الله فيزيل كل مخالفة ويأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه وهذه الآية زوال الكون أهون على الله من أن لا تحقق لأنها السهم الأخير في حل مشكلات الإنسان ومن يتق الله يجعل له مخرج من كل ضائقة يجعل له مخرجا من الضيق المادي يجعل له مخرجا من الضيق المعنويج يجعل له مخرجا من الإحباط يجعل له مخرجا من مشكلات قد لا تحل ومن يتق الله يجعل له مخرجة هذا قانون أول أما القانون الثاني الله عز وجل يقول وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أنت حينما تتوكل على الله لا بجوارحك تسعى جاهداً للأخذ بالأسباب وبعدها تتوكل على رب الأرباب تسعى جاهداً لإغلاق كل ثغرة في حياتك وبعدها تتوكل لذلك الإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء لكن الله جل جلاله يقول وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ لكن المسلمين حينما ضعوا فعندهم الإيمان بالله وحينما تخلفوا عن فهم حقيقة دينهم جعلوا محل التوكل الجوارح مع أن محل التوكل هو القلب أما الجوارح ينبغي أن تتحرك لذلك رأى سيدنا عمر أناساً يتكففون الناس في موسم الحج فسألهم من أنتم؟ قال نحن المتوكلون قال كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله أيها الإخوة الأحباب قانون ثالث لزيادة الرزق إنه صلة الرحم فقد قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه رواه الإمام البخاري يبدو أن الناس فهموا صلة الرحم فهماً محدوداً جداً يعني في العيد يطل على بعض أقربائه ويتمنى أن لا يجدهم ليضع بطاقة مكان زيارته وجلسته معهم لكن الحقيقة أن صلة الرحم تعني أن تتصل به وأن تزوره وأن تتفقد أحواله وأن تمد له يد العون إما العون المادي أو الروحي أحياناً أو العلمي لا بد من أن يرعى الغني الفقير ويرعى القوي الضعيف ويرعى العالم غير المتعلم صلة الرحم أحد أسباب زيادة الرزق أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم الإنسان حينما يكرمه الله بمأوى يقول الحمد لله لقد أكرمني الله بهذا المأوى حينما يكرمه الله بشهادة عالية أو بمنصب معقول أو بدخل يغطي حاجاته أو بزوجة صالحة أو بأولاد أبرار حينما يعزو هذه النعمة الجليلة إلى الله عز وجل ويشكره عليها هذه النعمة تدوم وتزيد لئن شكرتم لأزيدنكم يعني ضمان النعمة لا أن تفكر كيف تهاجم خصومك المنافسين لا لا دوام النعمة أن تستقيم على أمر الله وأن تشكر الله عليها شكر النعمة حصن لها وبالشكر تدوم النعم والنعمة حينما تعزوها إلى الله أولا ثم يمتلئ قلبك امتنانا منه ثانيا ثم حينما تقابل هذه النعمة بخدمة الخلق سالسا كقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا فأنت شاكر لها وهذه النعمة لن تتحول عنك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه أيها الإخوة الكرام ورد في القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فما دام الإنسان معترفا بذنبه مستغفرا لربه تائبا من ذنبه فهو في بحبوحة بحبوحة سيادة الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ما دامت سنتك قائمة في حياتهم في بيوتهم في أعمالهم في كسب أموالهم في إنفاق أموالهم أو وما داموا يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هم في بحبوحة وفي خير وفي عطاء أيها الإخوة الكرام أما القانون الذي يلي هذا القانون وهو الصلاة فالصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين ولا خير في دين لا صلاة فيه يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك بيت تؤدى فيه الصلوات يتلى فيه القرآن فيه انضباط انضباط أخلاقي انضباط اجتماعي العورات مستورة هذا البيت مرزوق ومحل تجاري تؤدى فيه الصلوات وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفيه انضباط أخلاقي وفيه غض بصر هذا المحل أيضا مرزوق عند الله أيها الإخوة أما الصدقة الله عز وجل يقول وكلمة رائعة جدا في هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أي خدمة لأي مخلوق كائنا من كان هو قرض لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرة لذلك أحد أسباب زيادة الرزق أن تحسن إلى مخلوقات الله عز وجل والبيت الذي يتلى فيه القرآن الكريم بيت مرزوق يقول عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره بل إنه من غرائب الأحاديث أن التوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق ليس مننا من وسع الله عليه ثم قد ترى على عياله لذلك ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلاله أيها الإخوة وقانون آخر من قوانين زيادة الرزق وهو النكاح فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح يريد العفاف ومن بحث عن الحلال أكرمه الله يعني حق العباد على الله أن يعين الشاب إذا طلب الحلال قانون آخر هو طلب العلم من طلب العلم تكفل الله له برزقه من طلب العلم تكفل الله له برزقه هذه بعض القوانين التي تزيد الرزق والإنسان حريص حرصا لا حدود له على زيادة رزقه اشتركوا في القناة